حابب أن أتوقف عنده في خامة الرئيس مقارنة ما بين حجم الطرق اللي كان موجود في سينة قبل 2014 اللي الدولة المصرية على مدار 20 سنة عملته واللي اتعمل في الثمن أو تسع سنين الماضية احنا قبل 2014 كان كل شبكة الطرق 674 كيلو النهاردة احنا في فترة من 2014 ل22 احنا بنتكلم على 3000 كيلو يعني اكتر من خمس اضعاف في فترة زمانية اقل من النصف للمدة اللي كانت قبل كده ولكن مش فقط الكام ولكن كمان الكيف لان احنا بنتكلم هنا على شبكة من الطرق الطرق اللي كانت موجودة قبل كده كانت لا تتعدى حرطين الى ثلاثة للاتجاهية ولكن النهاردة احنا بنتكلم على شبكة الطرق على اعلى مستوى عالمي النهاردة طبعا نصيب متوزعة 3067 كيلو تحديدا بشمال سينة وجنوب سينة ومنطقة شرق التفريعة وده هنا انا مش بتكلم كمان على الطرق الداخلية اللي موجودة في بعض المناطق انا بتكلم فقط على المحاور الرئيسية هنا بنتكلم على محاور تكفي عملية التنمية الخمسين سنة قدام مش فقط لاستيعاب الاوضاع المطلوبة النهاردة زي ما حاركم شايفين على اعلى مستوى اتجاهين كل اتجاه على الاقل بيبقى ثلاث حارات بالاضافة الى حارة خدمة وبالتالي حجم من التنمية اللي موجودة النهاردة طريق النفق راس النقب 231 كيلو الطرق الاخرى الطريق الاوساطي طريق الاسماعيلية العوجة كلها طرق النهاردة معمولة على اعلى مستوى اتجاهين منفصلين عشان نضمن سرعة وكفاءة وامان حركة على هذه الشبكة